مرحبا بكم أصدقائي مع ترجمة إيلان مسلسل الأسيرة وفي بداية الإيلان كانت هيرا حزينة جدا وتبكي وكانت تقول لأرهن لدي فقط أخ واحد ونحن مرتبطين ببعض ونعضي أرواحنا لبعض وفي هذه الأثناء كان موسى يعاني في قاعة العمليات وكانوا يقولون على أننا سوف نفقد المريض وبعد ذلك كانت هيرا حزينة جدا وتبكي وكانت الشريرة إذا تنظر إليهم من بعيد وكانت تموت من الغيراء وبعد ذلك كانت إيذا تقول لأرهن لم يكن هدف الرصاص موسى بل أنا وهذا ما قلت لكم بالتحليل على أن إيذا وكذلك عفيفة يخططا لكي تكون إيذا في خطر حتى يتم أشرك ويوافق أرهن وبعد ذلك كان يقول نحتاج إلى دم وكانت هيرا حزينة وتقول يا الله ساعدنا وبعد ذلك كانت شوكة يقول ذمي مناسب لا دعي لأن تتصل بأحد يعني شوكة سوف يتورع لموسى وبعدها سيخرج الدكتور من غرفة العمليات وكانت هيرا تسأل الدكتور ولكن الدكتور كان لا يستطيع أن يرد ربما سيقول لهم أن موسى في حالة حرجة وبعد ذلك كان أرهن يتصل ويقول لا تترك ملاحقة هذا الأمر حتى تجد من خلفه وبعدها كانت هيرا تنظر إلى عفيفة وتقول هناك شيء آخر خلف هذا الموضوع ولكن لماذا؟ وكان هذا هو الإعلان لا تنسوا فضلا منكم تجيعي بلايك وشكرا